السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد واليوم راح نشارك معكم عمل قمت به مؤخرا وعندي طالب صغير دورك نقوله في الأخير واذا حابين تعرفوا وش هو العمل هذا هاي نشوفه مع بعضنا هذي واجهة برمجية وين المو برمجي يكتب الكود وهذه نتيجة العمل اللي راح تطلع فيها وش خدمنا وبالاك راح تقولوا وش دخل برمجة في التاريخ الجزائري دورك تفهموا العلاقة من أول دقيقة إن شاء الله هذا كود أنا كتبته بلغة HTML ومن السطر الثالث راح تبدو تعرفوا الموضوع الجريم بريزيدنت سلوكا يعني رانا نصنعه في صفحة ويب مبسطة بيقولك أدخل السنة لتعرف حاكم الجزائر في هذيك السنة وهنا درنا مربع لإدخال رقم السنة وزرنا درنا زر يضغط فيه المستخدم بعد إدخال السنة بها يعرض اسم الرئيس وللحاكم وهنا نعرفوا البرنامج تاعنا منين يجيب النتيجة بأنه يبحث في قائمة الحكام ويتعرف على بداية حكم كل واحد منهم وبأنها تنتهي ببداية حكم الرئيس لي بعده وهذا هو المنطق وبهما يعرض اسم الرئيس لي واحد وزيده معه عبارة إن رئيس الجزائر فيه وينسخ العام اللي طلبه المستخدم ويزيد ينسخ معاه اسم الحاكم الموافق لهذه السنة ونغلقوا الكود التاعنا ونجربوه هكذا راح تكون الواجهة عنوان صفحة وهنا أدخل سنة لعرض اسم الرئيس ولا الحاكم لحكم البلاد في هذه السنة وهنا ندخل العام وهنا نضغطوا بهنا لقول النتيجة وقولوا لي ذرك زعم الكود هذا وش خاصه أكيد تخصوا قائمة بأسماء الحكام ولا نربطوها على الأقل بملف يجيب منه البيانات لأنه هنا المتغير تاعنا ما زال خاصه المصدر وأنا عندي القائمة وجدتها بعد بحث طويل هذه القائمة فيها 183 رئيس على مدار 2300 سنة دون انقطاع من حكام نوميديا حتى الرئيس تبون وعلى بركة الله عندنا ذرك صفحة ولا برنامج مبسط تعطيه أي سنة يعطيك شكون لي كان حاكم الجزائر في هذه السنة نجربوه نكتبه 1967 شكون كان يحكم في هذا العام نشوفه برنامجنا إذا يعرف التاريخ ولا لا قال لك الرئيس في 67 كان هو ريبو مديا وهذا صحيح نزيده نجربه أكثر 1498 مثلا قال لك بوع عبدالله الثابت الرابع وكنت بحث بنفسك في مصادرك رح تلقيها حكم الدولة الزيانية اللي هي ممتدة على نفس المنطقة الجغرافية تانوميديا حكمها من 1472 حتى 1505 معنى هذا السنة فعلا كان هو الحاكم زيد شكون حكم في العام 798 مثلا قال لك عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم يعني دولة بن ورستم اللي عاصمتها تيارت زيد في العام 2020 فعلا عبدالمجيد تبون في 1810 فترة تدايت قال لك اداي حاجة عليه وهذا صحيح وشكون كان الحاكم في 1120 قال لك علي بن يحيا يعني رو يحكي على نهاية الدولة الزيرية علي بن يحيا يقصد علي بن يحيا بن تميم بن معز بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن منات نزيده لعام 874 قال لك الحاكم هو محمد بن الأفلح يعني رنف الدولة الرستمية وفي العام 1689 الحاج شعبان وما دراك مع الحاج شعبان درنا علي حلقة مقبل بأنه هو اللي تجد له اسماعيل العلوي على أصوار مدينة فاس وقال له نتلموس ونلحمه في العام 1981 هذا أكيد شد لي بجديد هاي واها وطلعها ثم العام 2000 لازم يقول بوتفليق وفي العام 1000 ميلادي باديس بن منصور بن بلكين يعني أيضا دولة الزيرية نزيده نجربه قبل الميلاد في العام 190 قبل الميلاد مثلا قال لك ماسي نسى وهذا صحيح يعني هكذا نكون وحطينا المعلومة التاريخية في قالبها الرقمي التفاعلي لتقدر تكون مرجع للتلاميذ والطلبة ولا مصدري سهل على الباحثين على تفاصيل التاريخ ولو أني متأكد بأن العمل هذا بيكون متكامل لازم نعرض هنا أيضا فترة حكم من وإلى ونعرض العاصمة التاعو ونعرض اسم الدولة التاعو ولا حتى خريطة تفاعلية ممكن وما هذه إلا محاولة بسيطة مني لتشجيع محترفي العالم الرقمي أنهم يصنعوا محتوى مفيد أكثر محتوى تعليمي ثقافي وطني بطريقة تفاعلية معاصرة أما طلبي فهو إذا أي واحد منكم حاب يحول هذا البذرة إلى مشروع موقع أو صفحة ويب أنا عندي البيانات هذه اللي ذكرتها حول كل اللي حكموا المنطقة من 23 قرن ومستعد نشاركها معكم يبقى فقط تصميم الواجهة وإخراجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا